أيضا من موقعنا موقع صد البلد نتابع الرئيس السيسي مصر تدعم التكامل الاقتصادي والتجاري لدول أفريقيا ومستعدون لتقديم كافة الخبرات استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومكيلي ميني السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رياسة الجمهورية إن اللقاء تناول مناقشة سبل تفعيل التفاقية التجارة الحرة القرية الأفريقية عقب إطلاقها رسميا مطلع العام الجاري 2021 وأكد الرئيس دعم مصر كامل لأنشطة وعمل الاتفاقية التي تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القرية في أفريقيا سعيا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة وأن مصر على استعداد تام لتقديم خبراتها في هذا الخصوص من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة مشيرا إلى أن عامل الاستقرار يعد في غاية الأهمية لتوفير المناخ المواتي لنجاح جهود وأنشطة الاتفاقية ترجمة نانسي قنقر